السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحيانا نجي نفتح بعض البرامج على الويندوز ما بترضاش تشتغل غير بوجود اتصال بالإنترنت وأحيانا ما بنعرفش نفعل بعض البرامج زي ما شفنا في فيديو تفعيل الأوفيس غير بوجود اتصال بالإنترنت المشكلة بتتمثل في أن مش دايما الإنترنت بيبقى متوفر لأجهزة الكوميوتر لسبب أو لآخر لكن حل المشكلة بسيط جدا لو معاك موبايل على إنترنت وكابل توصل به الموبايل على الكمبيوتر عن طريق مشاركة إنترنت الموبايل للكومبيوتر الشرحة هيبقى على تليفون سامسونج وباقي الشركات حتى لو آيفون الخطوات هتبقى مشابهة مع اختلاف بسيط في أسماء القوايم أو الاختيارات أول حاجة هنعملها هي تحصيل الموبايل من الكمبيوتر وطبعا لازم الموبايل يكون متفاعل في الانترنت سواء من الشريحة أو من الواي فاي بعد كده في طريقتين لمشاركة الانترنت للكومبيوتر أولهم بسحب شريط الإشعارات بالشكل ده بعد كده نضغط على يو اس بي تيفرينج أو تقييد اليو اس بي وبعض الأجهزة هتلاقي اسمها ربط اليو اس بي لو الخاصية دي مش متاح تفعلها من شريط الإشعارات هندخل على أعدادات الموبايل بعد كده connections أو اتصالات هنلاقي خانة اسمها موبايل هو تزوط أو تيفرينج نفتحها ونفعل اختيار يو اس بي تيفرينج أو تقييد اليو اس بي نرجع لجهاز الكمبيوتر هنلاقي الانترنت تشتغل ونقدر نستخدمه بالطريقة الي احنا عاوزينها وبتبقى سرعة الانترنت على الكمبيوتر بنفس سرعةه على الموبايل زي ما احنا شايفين الانترنت بيبقى ثابت ومستقر ده كان فيديو المهاردة شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة